إذن ننتظر الانطلاق بعد أن رفعت الرأي البيضاء متابعين الكرام فتحت البوابات اندفاع لجياد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر متنافسة بجميع درجاتها على مسافة الميل وربع الميل جالس الأمير عبدالعزيز بن ساعد بن جلوية لسعود رحمه الله حضر رواد الذين دخلوا الرياض مع المغفورين وبإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله وذراء الانطلاق والاندفاع تبدأ في هذه الأثناء من سلدومسين في المركز الأول ابنورسي فاكتوري في المركز الأول يقود هذا الشوط بظل المتابعة من العيتور في المركز الثاني وأيضا متابعة في انتوراك بويست في المركز الثاني الآن من الخارج فيما التقدم يأتي من المسار الداخلي بن كونمي إلى المركز الرابع فيما العيتور للمركز الثالث من الخارج وهنا أيضا متابعة اسمول في المركز الخامس بينما سلدوم سين يقود هذا الشوط يقود هذه الاندفاع في خامس الأشواط في هذه الأمسية الفروسية الكبرى والعرس الفروسي الكبير في هذا المساء على كاسي سيدي سمو ولي العهد الأمين للإنتاج والمستورد التقدم مع سلدوم سين في هذا الشوط وأيضا المحاولات من فنتورا كويست من الداخل يتقدم للمركز الثاني في ظل متابعة مميزة وشاهدة أيضا من سمولا في المركز الثالث الآن يأتي بقوة مع الدخول للخط المستقيم متابعين الكرام إلى 400 متر الأخيرة سلدوم سين هل يواصل متقدما في هذا الشوط أم يأتي ريك دروبن في هذه الأثناء يتقدم ريك دروبن ابن سبيكستاون للمركز الأول وبقوة ريك دروبن المائتين متر الأخيرة ريك دروبن إذن متقدما بهذا الشوط يتقدم وبخطة واثقة للأسطبل الأخضر في هذا المساء المساء الجميل الذي ربما يكون أخضرا بي